ضئيل بتنفيذ هدنة عيد الأطحى في سوريا والتي كان من المقرر أن تستمر حتى الاثنين ما لبث أن تبخر منذ ساعات قبل ظهر الجمعة حيث سجل في أول أيام العيد العديد من الخروق لوقف إطلاق النار من قبل الجانبين ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى في العديد من المناطق بعد بدء وقف إطلاق النار ومن أبرز الخروق ثلاثة تفجيرات في كل من دمشق ودرعة ففي العاصمة سقط عشرات القتلى والجرح بانفجار سيارة مفخخة قرب ملعب للأطفال عند جامع عمر بن الخطاب في حي الشرطة في منطقة دف الشوك السنية في جنوب العاصمة بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وجاء هذا التفجير بعد أن انفجرت سيارة مفخخة أخرى في دمشق داخل مبنى قيد الإنشاء في حي التضامن ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية كما انفجرت قزائف هون في محيط مطار المزة العسكري بحسب المرصد وفي درعة أصيب عدد كبير من أفراد القوات النظامية بجروح خطيرة في انفجار سيارة مفخخة استهدف حاجزا للجيش في شارع هنانو في المدينة بحسب المرصد وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن قد أعلن بعد ساعات على دخول هدنة الأطحى حيز التنفيذ الجمعة انهيارها في مناطق عدة لافتا إلى اشتباكات في حيي العسال والقدم في جنوب دمشق والسيدة زينب في ضاحية العاصمة وحوادث في بلدة حرستة في ريف دمشق واشتباكات وقصف بالصواريخ على مدينة حمص بالإضافة إلى اشتباكات في مدينة حلب ومعارك عنيفة في محيط معسكر وادي الضيف في إدلب قرب معارة النعمان إلا أن عبد الرحمن أشار إلى أن مستوى العنف الجمعة هو أقل إجمالا مما كان عليه في خلال الأسابيع والأشهر الماضية وكذلك عدد الضحايا معلنا أن النظام لم يستخدم الطيران الحربي في القصف وعلى الحدود التركية السورية أمكن سماع إطلاق نار وقزائف مورتر قرب بلدة حارم وذكرت وكالة الأنضول أن عنف المعارك دفع فلاحين أتراك إلى مغادرة الحقول التي كانوا يعملون فيها في إقليم هاتاي والعودة إلى منازلهم أما الجيش السوري وفي بيان توليا عبر التلفزيون الرسمي فقال إن مجموعات إرهابية مسلحة قامت بخروقات لوقف إطلاق النار بالاعتداء على عدد من المواقع العسكرية في مناطق مختلفة ما استدعى ردا من القوات السورية السوريون المناهضون للنظام استغلوا الهدوء النسبي في أول أيام العيد للخروج في تظاهرات تطالب برحيل الأسد وأسارت تظاهرات في درعة وإدلب وحما ودير الزور والرقة وفي أحياء عدة في حلب ودمشق وحاولت القوات النظامية تفريقها عبر إطلاق النار عليها في مناطق عدة بحسب المرصد السوري أما في المواقف اللافتة فقد دعا رئيس حكومة حماس المقالة إسماعيل هنية في خلال خطبة صلاة العيد دعا نظام السوري الذي وصفه بالظالم إلى رفع يده عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وعن الشعب السوري الذي يبحث عن حريته وكرامته كما قال اشتركوا في القناة